ضيف اليوم شخصية نسائية من بين أفضل الشخصيات النسائية العراقية لعام 2021 ومن أفضل رياضين تاريخ رياضة العراقية مسيرة طويلة ومكللة بالنجاح دائما ومشرفة ورفعة راس ويايا دانا أهلا وسهلا أهلا بي نحن فرحانين الرقم اللي صار أنا حقا كمتابع للرياضة ما صدقت إنه إحنا ممكن نسويه رقم ضل هاي الظروف الصعبة فبدايتنا نعرف الإنجاز بالكامل شون صار شون كانت المشاركة البطولة شون جنتي مستعدة متوقعة هذا اللي صار طبعا هو أكيد أنا متوقعة 100% من بعد ما دخلت بطولة بتركيا في بورصة نزلت تحت حاجز 23 فسويت 2297 هذا اللي خلاني أفكر بالتأهيل الأولمبيات بالنسبة لـ 200 متر أما بالنسبة لبطولة العرب فهو كان تخطيطي من قبل سنة ونص أنا دخلت مثل ما نقول بقوقعة ردت أكون إنه أو ما أكون لأنه هاي التأهيل المال الأولمبيات يصير كل الأربع سنوات وإلك وقت محدود إذا ما تسوي التأهيل ممكن تروح على الكوتا المجانية فأنا رايح أمرتنا على الكوتا المجانية فراي ده هاي المرة أحقق فد إنجاز واللي هو حلمي إنه أنا أروح بزودي وبتعبي والحمد لله وشكر إنه أنا هذا الشي حققته ووصلت له وبكل جدارة من بعد ما دخلت معسكر تدريبي في الشمال أربيل وكانت تدريباتي جدا مكثفة بس الحمد لله إنه ما راح هذا بالشاط إنه التوجه في شي حلو زيان هاي التفاصيل كل اللي احتيت لياها هي تخطيط شخصي بس لو أكو إسناد من المقائمين على رياضة بالعراق أنا دخلت معسكر في أربيل أنا والمنتخب تقريبا 25 يوم بس قبلها أنا كنت بس ليمانية على حسابي الخاص وقبلها في أربيل ساعة من نوع المال الاتحاد بقيت إلى يماني ببغداد أدرب وساعة اللي يكون الملعب مزدود أنا أدرب مثل ما نقول بثيل وداما أنا أروح للشمال لأنه ملعب يكون مزدود قاعة الحديد تكونها مزدودة فنقدر نقول الآن يساندت نفسي بنفسي كثرة الكلام حبيت أقدم لهم في شي بوسيط إنه الأمرأة العراقية أمرأة قوية قادرة تسوي كل شي من بعد ما سمعت حاتشي هوين ودان حسين انتهت إنه كبرت إنه بعد ما رح تنجز فصدموا هذا موضوع ما لا علاقة هذا شي يعني سبحان الله هو البشر مني تقدم بالعمر فكفاءة رياضية قل شون عانت القدر والفيزياء والأحياء والجغرافية طبعا هذا الموضوع حتى هناك يقولوا أنت خربتت كل شي بس تعرف إنه هذا بس عندنا بالعراق يعني إذا إحنا لو رح نشوف جامايكا وأمريكا يعني عمرهم نفس عماري يعني 35 سنة 36 سنة بس مو الكل يعني النخبة بس أنا رب العالمين وفقين الحمد لله وشكر تدريباتي كانت مستمرة ولا مرة أنا قاعدة حتى فترة كورونا أنا أتدرب كافحت وتعبت وضغطت على نفسي والحمد لله وشكر تقريبا أني سنتيا أني دخلت بنظام غذائي اتغيرت حياتي لـ 360 درجة ركزت على الحديد أكثر صار أكلي أكثر صحي نومتي اتغيرت كل شي اتغير يعني حياتي 360 درجة اتغيرت فصار إنجاز عالي جدا إذا تحتاجه مدرب عندنا حموشي مدرب ممتاز يعني هو محافظ على وزن الفريق بالكامل لا دي يسعد ولا دي يسعد يعني الحمد لله بكم زينا ردي سأل سؤال بعد ما صار هذا الإنجاز نعم أكو ردة فعل من الحكومة العراقية من القائمين على الرياضة يعني بدأوا يحسون أنه لا لأننا داما بالعراق لازم يعني المبدع يجبر أنه هو اللي يلفت الانتباه صح ويخلي آخرين يهتمون به صار أكو تحرك يا بتعالي أنت راح تمثين بالأولمبيات واحد نين ثلاثة راح حصل كذا وكذا لو بعد الموضوع نعم بعد 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 حد لما ماكو كل شيء وأنا عقوب باشر إن شاء الله يوم الخميس راح أسافر على تركيا لمدة عشرين يوم نقدر نقول فترة انتقالية المحافظة على المستوى اللي أنا عندي راح أحافظ على الإنجاز اللي أنا عندي لأن تعرفوا أني تسلسلي على العالم أرباطعش من بين مئة وتسعين لاعبة فالحمد لله هذا إنجاز بحد ذاته ما صار ولا تاريخ الرياضة طبعا هو أن من قريت أن من قريت يعني انصدمت أي فممكن أنه إن شاء الله من بعد المنافسة راح يكون تسلسلي أفضل ووقتي أفضل أنا أنا بارحة تسألت بطولة بجامايكا فصار تسلسلي أفضل تاسع يعني وعننا هم متقاربين يعني الأمريكية 22-47-43-40 فأني متقاربة جداً وياهم بس ممكن لو أنا شفى الدعم خاص إلي من الحكومة أنا وقع على مدالية بس يعني معلسف إنه لحد الآن نقدر نقول ما كفى الدعم إلي يعني بعض الأشخاص نقدر نقول هم كانوا مصدومين إنه دانا شون سوت التأهيلي وبعض الآخرين شام نتوقع مثل انتحالي شام نتوقع إنه سوت التأهيلي لأنهما شاموا مواكبين مسيرتي الرياضية إحنا لعبتنا لعبت أرقام فما تقبل القسمة على الثاني هي معروفة هذا إنجاز مو سهل يعني إحنا كل تاريخنا بالأولمبياد هي مدالية واحدة رباع بـ 66 بروما أذكر يعني يعني مو بسهولة واحد سوى مدالية بضبط يعني بواقع الرياض العراقي صحيح يقوف هاي الفرصة يعني ممكن واحد يجيب مدالية بالضبط يعني هم لو يوفروا لي والله العظيم لو يوفروا لي الشيء اللي أنا بق يعني هاني أريده أنا وقع على مدالية الأرقامي جدا متقاربة ببطلات العالم زيش مقورتين أكيد لأنه هذا حلم أي رياضي يعني يوصل للمدايا الأولمبية أنت شمحتها بالضبط لسبب واحد لأنه هسه إحنا مباشرة ديشوفونا أهم الناس اللي موجودين بالحكومة وإحنا عدنا استعداد ننزفهم حرفيا ننزفهم إذا ما ساعدوش شن اللي محتاجتها بالضبط أشوف هو يكون إلي دعم خاص صراحة أنا بقلي شهر زيش يعني شهر للبطولة وتنطلق المنافسات يعني أنا يحتاج لي مثلا معسكر مو تركية يعني لازم أكون أنا مكان قريب يكون على توكو على الأجواء مال توكو لازم يكون عندك قادر خاص بالمساج بالمكملات الغذائية يعني هاي كلهم أمور أنا مفتقدتها حاليا صراحة يعني حتى المساج اللي الياني شنة تلقي صعوبة لأن تعف لازم كادر نسوي مختص بيك حتى تتوصل مثل للسباق اللي عفو أنت تكون مرتاح عضلاتك جاهزة فيتطلب إلي دعم خاص يعني إذا كانت حكومة ووزارة الشباب يعني أنا هذا الشي ماشي في 2018 أنا كان عندي لقاء بأسرع أمرأة عربية هذا الموضوع يعني شنو مبررات يعني أنت بقدم طلب مثلا حاجة شنو مبررات بشي يقولون يعني لا أنا ما مقدم أي شي لأنه إذا ضل الطالب بطالب بطالب حيصر محول الموضوع صراحة لأن أنا قلت لك أنا هاي السنة حتى التغذية اللي أنا أضغذية من عندي يعني مروات بي اللي أنا أتلقى من المنتخب أو من النادي كل من حسابي الخاص كلي تقلت لك بس المعسكة اللي صار بأربيل هو الاتحاد قام بالمدة 25 يوم إحنا بقية المنتخب بس بقية الفترات يعني أنا قامها بنفسي بنفسي زين إحنا معلومات ضعيفة بهذه التفاصيل هو الوفد اللي راح يروح الطوكيو أصلا يمثل العراق بشم شخص يعني إحنا عدنا وفد راح يروح بشم رياضة راح يشارك لأنه بالأخير المفروض هم مراهنين عليك حسا بدرجة الأساس الباقين إحنا ما يعني بكرة قدم ما عندنا مشاركة أعتقد بالسللة بلاه ما عندنا مشاركة فهم كم واحد راح يروح هم معلما مراهنين يعني اللقاء من على رياضة شوفوا أنا الوحيدة لمسا تأهيلي الباقية مو تأهيلي إحنا مكنا أربع رياضيين أنا ورد قوس وسهم وعداءوا يا يطاها ساحة وميدان وواحد أتقال الباقية راح ين كوته إحنا ما أدري يعني أنا كلش حزين بنهاية اللقاء لأنني ماتشني تريدش تنقاهرين لا لا أخوة بالعكس 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 راح يش تفتخرين أكيد أنه إنتي اسم راح يبقى بتاريخ رياضة العراقية أنا أشكرك اللي سويتين نفسك قبل ما تسوي العراق هذا الشي مو سهل ومو أي واحد يدلس ردانة يعني أكوالي ناس إيست والإحباط أخذها وخلاها أصلا تبطل صح لكن أنت بطلة مو بس بالساحة أنت بطلة برا الساحة تسلم وقدرت تسوي هذا الإنجاز العظيم وتمنالك مدالية وأحنا وياك بأي شي شكرا حتى لو يعني هاي القضية نعتبرها قضية رئيسية بالمرنامج إنه دائما مضل نسل صاروا يا دانة لأنه دانة مو تمثل لا تمثل الحكومة ولا تمثل الوزارات ولا تمثل الاتحاد هي تمثلنا إحنا تمثل الناس تمثل الشعب شكرا دانة شكرا إليك شكرا إليك شكرا إليك شكرا إليك كل ممنونة منكم شكرا دانة نروح الفاصل